ما يسمى بغصن الزيتون يبدو أنها مقايضة من نوع آخر من قبل تركيا التي تاجرت بدماء الشعب السوري فمقايضة حلب تتبعها الآن مقايضة إدلب مقابل عفرين أنقرة يبدو أنها لا تريد للأزمة السورية أن تنتهي فالطيران التركي يستهدف مقاطعة عفرين في الشمال السوري التي تديرها وحدات حماية الشعب العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية والتي لعبت دورا رئيسيا في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وتمكنت من القضاء شبه الكامل عليه يأتي هذا فيما ادعى تركيا أنها تمكنت من إصابة مئة موقع لوحدات حماية الشعب التي تقول أنقرة أنها تريد إبعاد مقاتليها من منطقة عفرين الواقعة على حدودها الجنوبية تزامن هذا مع دخول الدبابات التركية التي عبرت الحدود السورية التركية مساء السبت إلى منطقة أعزاز الحدودية بحسب ما أوردت وكالة الأناضول ومن جانب آخر فقد تسعة مدنيين حياتهم وأصيب العشرات فضلا عن الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بممتلكات المدنيين والبنى التحتية للمنطقة وذلك إثر الغارات الجوية التركية على عفرين وفي غضون ذلك أعلنت روسيا سحب قواتها من عفرين معربة عن قلقها جراء الغارات لكنها أكدت عدم تدخلها وسترقب الوضع في عفرين عن كثب مرجعة سبب تأزم الوضع إلى الدعم الكبير المقدم من قبل الولايات المتحدة لهذه القوات من جهتها حملت وحدات حماية الشعب أمس روسيا مسؤولية الهجمات على عفرين وما يحدث من مجازر فيها كما وصف النظام السوري الهجوم التركي بالعدوان الغاشم والهجوم الوحشي على سوريا نافيا ما أعلنته تركيا عن إبلاغها خطيا دمشق بالهجوم على منطقة عفرين وجاء رد الفعل الأمريكي على الضربات حذرا فقد حثت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في وقت سابق الأطراف على التركيز بدلا من ذلك على قتال داعش وبحسب مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ريكستيلرسون تحدث مع نظيريه الروسي والتركي دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن المكالمتين وقال نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الروسي فرانس كلينتسي فيتش لبكالة انترفاكس في وقت سابق إن موسكو لن ترد إلا إذا تعرضت قواعدها في سوريا للتهديد وأضف أن روسيا وضعت في موقف صعب كونها على علاقة وطيدة مع كل من أنقرة ودمشق ترجمة نانسي قنقر